السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشترك في القناة ماريد الأستاذ مصطفى مرحبا بكم مع درس جديد لتعبير الكتابي كتابات رسالة شخصية للمستوى السادس إذن قبل أن نبدأ المرجو اضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومتابعة شيقة إن شاء الله وتعالى إذن مرحبا بكم أهلا وسهلا في مكون التعبير الكتابي للمستوى السادس ومع الرسالة الشخصية إذن الحصة الأولى الأسبوع الأول أخطط أقرأ وأفهم إذن سنبدأ بقراءة النموذج بسم الله الرحمن الرحيم من ثوريا الناصري العنوان مراكش الحلحسني الدار 30 مراكش في عشرة من شهر يونيو 2019 إلى ابنة الخالة العزيزة نوال المعتصم السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد يسعدني أن أدعوك في نهاية هذا الشر لقضاء أيام المهرجان الدول للفنون الشعبية معي هنا في مراكش والذي تدور عروضه في قصر البديع الذي يعتبر معلمة أثرية تعود إلى عهد أيام السلطان السعدي وأنا متيقدة أن هذه العروضة ستنال إعجابك لتنوع الفرق المشاركة وسحر المكان وأشكال الدكور كم ستكون فرحتي كبيرة وأنت إلى جانبي نستمتع سويا بهذا الحدث الجميل أنا في الانتظار مع متمنياتي لك وللأسرة بأسعد اللحظات والسلام صديقتك المخلصة ثرية التوقيع إذن أقرأ الرسالة وأتعرف عناصر كتابتها وأبني شبكة التقويم بالنسبة لقراءة الرسالة قد قمنا بقراءة الرسالة بالنسبة للعناصر البسملة في البداية نعم البسملة موجودة بسم الله الرحمن الرحيم المرسل وعنوانه هو تاريخ الإرسال طبيعة الحال موجود الإرسال موجود المرسل إليه كذلك السلام والتحية الموضوع التعبير على المشاعر الرقيقة التعبير الختامي ثم السلام ثم كذلك التوقيع إذن هذا بالنسبة شبكة الإنجاز والتقويم بالنسبة للموضوع الذي نقف في الكتاب فهو يحترم هذه المعايير أو العناصر ما نوع هذه الرسالة؟ إذن رسالة شخصية ليست رسالة إدارية لأنها من شخص إلى شخص ما موضوعها؟ إذن موضوعها هو دعوة إلى زيارة ما هي المناسبة؟ مهرجان دول دول للفنون الشعبية هذه هي المناسبة هذه هي المناسبة بماذا افتتحت الرسالة؟ افتتحت بسم الله الرحمن الرحيم ماذا كتب في صار البسملة؟ كتب في صار البسملة التاريخ والمكان أين كتب عنوان المرسل إليها؟ إليها أين كتب عنوان المرسل إليها كتب على يمين على اليمين في الأعلى على اليمين أذكر عبارة الافتتاح التي جاءت بعد السلام العبارة هي وبعد وبعد هذه هي العبارة الجاءت بعد السلام ماذا تضمنت الرسالة زيادة عن موضوع الدعوة بالنسبة للعناصر التي تضمنتها زيادة عن موضوع الدعوة وهناك عناصر التشويق التي تجعل المتلقي يتلحف لزيارة المهرجان كنوع العروض التي ستقام وكذلك المكان الذي سيقام فيه المهرجان أذكر العبارات التي تصف مشاعر المرسلة نحو أبنة خالتها كم ستكون فرحة كبيرة وعنفحة إلى جانبي للسلام ثم بعد ذلك السلام والسعود التي ستقام فيه المهرجان هي عناصر الرسالة إذن من الرسائل الشخصية رسائل الدعوات احتفال عقيقة زواج رسائل الاعتذار والتهلئة والشكر عناصر الرسالة الشخصية البسم لا اسم مرسل وعنوان واسم المرسل إليه السلام والتحية كلمة وبعد ثم الموضوع داخل الموضوع عبارة الود المشاعر حول المرسل إليه تعبير الختامي التمنيات والتوديع ثم التوقيع إذن سأعرض بين أيديكم نموذجا لرسالة شخصية يمكنكم الاستعانة بها في كتابة نماذج أخرى أتمنى لكم التوفيق إذن تابعوا هذا النموذج الذي سأعرضه بين أيديكم إذن هذا النموذج هو من بين نماذج التي يمكنكم اعتمادها في كتابة رسالة شخصية لا بد من احترام الشكل العام للرسالة البداية بالبسمال ثم العنوان المرسل المرسل وعنوان المرسل إليه ثم التاريخ ثم بعد ذلك التحية وعبارة وبعد إذن بعد ذلك ندخل في موضوع الرسالة وبعد يطيب لي أن أراسلك في هذا اليوم السعيد لأدعوك لحضور حفل زواج أخي الذي سيقام ببيسنا وذلك يوم الأحد 24 أكتوبر 2021 فكم سأكون مصرورا إذن هنا لا بد من عبارة الود والاحترام مصرورا لحضورك معنا في هذه المناسبة التي ستعرف العديد من الأفراح والاحتفالات هنا عنصر تشويق إلى ذلك اليوم أتمنى لك مفرص حول عفية لك ولأسرتك الكريمة والسلام صديقك الوفي مصطفى ثم بعد ذلك نقوم بتوقيع شخصي إذن هذا نموذج يمكنكم اعتماده في كتابة نماذج أخرى المهم هو احترام العناصر المهمة في كتابة الرسالة الشخصية والشكل العام للرسالة أتمنى